مراجعة فيلم الممر هي الخطوة الأولى في خطة فيلم جامد لمراجعة الأفلام الأربعة اللي بتمثل موسم عيد الفطر لعام 2019 لأ هم أربعة لأ مفيش خمسة هم أربعة لأ لو طولتوا في الفصال كمان هيبقوا ثلاثة ها؟ ها؟ طب خلاص عشان خطر كنت بس نمشيها خمسة أحداث فيلم الممر بتبتدي مع نكسة 67 وآثرها الاجتماعي والسياسي وطبعا الحربي بنعكساته على أحد كتائب الصعقة اللي بيقودها المقدم نور سريعا قيادة الجيش بتبتدي تخطط لعمليات حرب الاستنزاف وبتكلف نور وكاتبته بتدمير أحد أهم المعسكرات الإسرائيلية بالتعاون مع بعض عناصر البحرية وقائدهم الزابط رمزي اللي فيه تاريخ ما بينه وبين نور المهمة صعبة والحالة المعنوية والنفسية مشحونة بالغضب والرغبة في الانتقام فيا ترى إيه اللي حيحصل من شهر ونص تقريبا ظهرت التريلر الكاملة لفيلم الممر ومن ساعتها وحلقة الرياكشن للتريلر دي هي أكتر حلقة بتطلب مني واللي مش ناس كتير تعرفوا هو إني بالفعل صورت حلقة الرياكشن وكانت جاهزة للنشر تقريبا في نفس يوم صدور التريلر ولكني قررت منشورهاش لإني للأمانة كان عندي شكوك كتير والانطباع بشكل عام ما كانش إيجابي وأنا عارف كويس أن أي موضوع متعلق بالجيش بيكون حساس جدا واللي اختلاف فيه سريعا بيتحول لحاجات مش ضريفة حتى لو الموضوع ده كان فيلم أو تريلر لفيلم بتتناول مرحلة تاريخية مهمة زي ناكسة 67 وما تلاها من سنوات عشان كده فضلت البعد عن وجع الدماغ وقلت أستنى الفيلم نفسه أحسن لأن أصلا حلقات التريلر رياكشن دي ما هياش منتج نقدي والمفروض إنها تكون للتسلية فقط والصراحة بعد ما شفت الفيلم أقدر أقول أني سعيد جدا أني ما نشرتش الحلقة دي ببساطة لأن الفيلم أفضل بكتير من أسوأ مخاوفي والتريلر رياكشن كانت حتبقى أزمة بدون لازمة فهنا أنا قصدي أقول لحضراتكم لو تريلر فيلم الممر مع جبتكوش ما تاخدوهاش كمؤشر لجودته تساؤلات عن شكل الشخصيات أو جسمهم أو السيدة الفاضلة الرقاصة عرفت منين أن بعد الحروب بيزيد الهلس أو إيه اللي ممكن يحصل للفنان أحمد عز لو عمل فيلم واحد من غير ما يوشخط فينا كلها متجاوبة كويس في الفيلم وبشكل مقنع نصيحة كمان للسادة الزملاء اللي بيعملوا حلقات تريلر رياكشنز خدوا حضركم من التريلرز المصرية في الفترة اللي جاية بقوا أشقية قوي فيلم الممر فيلم حربي عصري على مستوى القصة وكلاسيكي على صعيد السيناريو حربي لأن تركيزه الأكبر على العمليات الحربية مش محتاجة يعني والوقت اللي بنقضيه في حياة أبطالنا الخاصة الغير متعلقة بعلاقتهم ببعض قليل جدا عصري على مستوى القصة لأنه مش باصص للحرب بمنظور واسع ونطاقه مقتصر على مهمة واحدة بمرحلها المختلفة ده مخلي شخصياتنا محدودة ولكن معروفة ومدي للمشاهد القدرة على متابعة تفاصيل الاشتباكات الحربية بسهولة واندماج كلاسيكي على صعيد السيناريو لأن السرد ما فيهوش أي تلاعب زمني ولأن الحوار خطابي خطابي حربيا واجتماعيا ورومانسيا كمان وده شكل بعض العصلاجة عندي في المتابعة أوقات الخطابة الحوارية دي كانت بتبقى مقبولة جدا في مشاهد الشحن المعنوي العسكري لأن فعلا الزباط والعساكر بيتكلموا مع بعض كده وبيحسوا ده من غير تصمع ولأن المشاهد دي كانت بتتلقى مساعدات جليلة من القبول العام لفريق التمثيل ومن موسيقى عمر خيرت اللي الحقيقة شالت مشاهد كاملة على مستوى التأثير العاطفي رومانسيا بقى الموضوع كان متوقف بالكامل على قدرات الممثلين يعني واحدة زي هند صبري مثلا قدرت تكسب اهتمامي وتواصلي كمشاهد وده رغم دورها القصير والنمطي بينما ثنائي رومانسي آخر كان محسسني بالغرابة جدا آه ضروري أوضح الفيلم صحيح أفضل بكتير من أسوأ مخوفي ولكنه أبعد ما يكون عن أجمل أحلامي إقاع الفيلم بشكل عام جيد وإن كان يشوبوا بعض التصرع في بعض التسلسلات والمشاهد يأتي على رأس التسلسلات دي المرحلة اللي تلت الانسحاب مباشرة في بداية الفيلم ومشاهد النهاية اللي الصراحة تخطت مرحلة التصرع ووصلت لمرحلة الصربعة في تسلسلات ومراحل كمان مش حاسس انها خدت نصبها العادل من التركيز زي كيفية إعداد جنودنا وتوصلهم لأفضل حالتهم البدنية والقتالية بس كل ما هو غير ذلك إقاعه جيد وواخد حقه عجبني جدا كمان حقن الكوميديا داخل أحداثنا واللي مفيش ولا مرة حسيت انه هو هزلي بالزيادة أو غير ملائم للأجواء اللي احنا فيها يمكن بس الاعتماد الكبير على أحمد رزق في الكوميديا ما كانش أفضل اختيار وده لأن بالمفتشر كده في الفيلم ده محمود حافظ ومحمد فراج دمهم كان أخف منه وبعيدا عن الكوميديا فالأداء التمثيلي بشكل عام كان موفق من الجميع وقرار اختيار الممثلين دول للأدوار دي أثبت نجاحه في تأديري بسبب التناغم الكبير ما بينهم وده لأنهم أصلا فريق تمثيلي مشهود له بالكفاءة بالكامل وسعة مني شوية دي صح؟ لا بجد والله أحمد صلاح حسني مثلا ما عندوش إبداعات بس برضو ما عندوش مشاكل وطبيعة علاقته بنور كانت تفصيلة حلوة ونتج عنها لحظات درامية جيدة على صعيد القرار محمد الشرنوبي كمان كان كويس جدا ولو إني محبتش فواصل الغنى اللي كانت في خلفية الأحداث وده رغم إن فيه فاصل غنائي معين كان في قلب الأحداث وكان كويس جدا أفضل أداء تمثيلي في الفيلم في تقديري الشخصي يروح بكل جدارة لإياد نصار في دور قائد المعسكر الإسرائيلي تصميم رائع للشخصية وتكسيد موفق جدا لبروفايل العدو الحربي الشرير ولكنتو موال وحدها دي يمكن من الحاجات الأوليلة اللي كانت عجباني من ساعة ما شفت التريلر عنصر الأكشن المتمثل في تنفيذ المواجهات الحربية والاشتباكات والمعارك وتبادل إطلاق النار كان جيد جدا مشاهد هجوم النكسة بالتحديد كانت استثنائية في جودتها وعجبني إن الفيلم مختارش إنه يأثر في زمن المواجهات دي أو يقتصد في تفاصيلها المشاهد واخدى حقها وبتديك فرصة كمشاهد إنك تدقق وتتواصل مع كل جولة وكل شخصية بس لما دققت بقى مسكت حاجتين كده معجبونيش قوي أولا إن فريق البطولة ما أقدمش على تحديات بدنية كتير صعبة وأطعاط النقل على مشاهد الممثلين البودلاء للمخاطرات كانت حادة شوية في دور بيكة كده في مشهد الاشتباك اليدوي الأهم في الفيلم كله أظن إنها صعب ما تتشافش هتحسوا إن الصورة جريت بشكل مش طبيعي وثانيا إن يبدو لي إن الفيلم كان متأثر جدا ببعض المشاهد الحربية الأيقونية من سيفينج برايفيت راين هو الحقيقة متأثر بمشاهد حربية من أفلام مختلفة بس يمكن التشابهات اللي مع سيفينج برايفيت راين اللي مش محتاجة تدقيق كبير قوي وده في أربع لحظات بالتحديد مش هقول لكم عليهم دلوقتي طبعا يعني فكرة التأثر بالمشاهد دي مش مشكلة من حيث المبدأ المشكلة الصغيرة بس إن فرق الجودة في التنفيذ وفرق التأثير الدرامي واضحين والمشكلة الكبيرة إن سيفينج برايفيت راين اتعرض من عشرين سنة لذلك فبعيدا عن الخطابة الحوارية والإبراز المباشر للتضارب العقائدي واقتصار الإعداد البدني على شكل السيكس باكس من غير فانيلا بدون أي اجتهاد يذكر في الأداء والنقل المباشر اللي كان باهد في بعض الأحيان من مرجع معروف جدا ومشهور جدا وبعض التصرع في بعض المشاهد والتسلسلات المهمة اللي كان ممكن تدعم تواصل المشاهد مع الأحداث واختيار عزل شخصياتنا عن مشاعر الخوف والتوتر لعدم الإضرار بصمعة الجندي المصري أقدر أقول إن الفيلم حلو لا بجد والله ما بتريقش أصلكم ما تعرفوش أنا كنت خايف من إيه بس أكيد تعرفوا إحنا في الأفلام الحربية كنا فين وإن شاء الله لما تشوفوا الفيلم حتعرفوا باقينا فين فيلم الممر بداية جديدة للسينما المصرية في تصنيف مهم يحمل عدد مرعب من القصص المبهرة في التاريخ المصري ياريت نبني عليها ونستثمر اللي نجح منها ونتعلم من إخفاقتنا فيها تقييمي لفيلم الممر هو سبعة ونص من عشرة وياريت تعملوا حسابكم لو حتروحوا في السينما إنكم توصلوا بدري شوية لإن الفيلم طويل حبتين وبيبتدي قبل الموعيد المعتادة يجي بربع ساعة كده منقشة الحلقة تفتكروا إيه هو الفيلم اللي حيكون أنجح على المستوى النقدي ما بين أفلام موسم عيد الفطر وإيه هو الفيلم اللي حيكون أنجح على المستوى الجماهيري ما بين أفلام موسم عيد الفطر ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا وشاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعوني على فيسبوك و تويتر وبي باي